اشتركوا في القناة المرة تزيد والزيادة ما تقدرش عليها لكن في زيادة تفرح توا مع المدار بخاطنا زادوا بمرتين وتقدر تهدي الزيادة لشخص عزيز عليك لأن زيادتنا غير في شهر الخير هومار امتلكها بثقة مشاكل العضام والعضلات من أكثر المشاكل انتشارا وتخليك مش قادر تقدم عملك بالجودة المطلوبة ولا قادر تظهر إمكانياتك وبطولاتك والحل الأمثل يكون باستعمالك كوفي فيناك لأن يعالج الإصابات الرياضية وألام العضلات وأعراض الروماتزم ويضمن لك الراحة لتعيش حياة أفضل بأعلى جودة وأفضل إمكانيات أكبرتين وغمرتيني حب وأمان اللي زرعت الدفا فياني لك اللي جال واللي فات يا غالي يا يرخص لك اللي غالي حتافك يا بديدي معاك 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 فرح من دهل وين ما كنت؟ شركة المغمورة لاستراد المواد الغدائية واللحومة وكيل سير للدجاجة ووكيل فريقويل اللحومة برينكسون للدجاجة لقرمز للدجاجة ليبون للدجاجة ريشة البيضاء للدجاجة باستفسار الاتصال على الأرقام التالية شركوا في المكان هذا أفاضي وما في حد رانتانا سواني وكوشيكرا في شيف ولا سياخ شيف بصوب رصين شيف باعي وطنزرة عنا شيف وينها شيف خيرا شم فيه؟ البنزينة تمت فيه شيف الصفرة أحلى مع شيف عيش حب وضوء ربي كانة عيش حب الحياة ربي كانة العصير الأول في العالم الآن في ليبيا أحلى عسل عسل للأرب في من الأخير عسل مغطرت كثير أصلي من نحل أصلي من نحل الخلطة العلاجية نشاط وحياوية باي باي للكسل باي باي للكسل أحلى عسل هومر امتلكها بثقة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هذا اللي هنفرد عليه هني العجينة ونجيب قالب الخبز قالب الخبز هناي اي طجين عندك هناي اللي هيو يكون ينفتح او حتى الطجين الشيز كيك العادي بسم الله يعني زي الطجين هدا اللي هو فيلك لبس هدايا او حتى الطجين المفتوح من جهتين بسم الله نحط ورقتين هني الزبدة فوق بعضهم بتبت ريحوا العجينة مافيش باس عادي جدا ونفرد هني العجينة بسمك واحد موسيقى 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 تمام من ناحية طبقة الفوق ورق الزبدة منتاز ونجي هنا في الطجين تمام نخلي العجينة هنا تنزل براحتها في أسفل نخليها تدير زي الحوض وهذا العجينة المتبقية ندير بها هني حواف القاعدة هدي متاع البسكويت طبعا هني ما فيش أساسيات للفرد العجينة نقدر أني نستخدم اللي هو العجينة بالطريقة لتريحكم أنتو ندير لها اللي هو الإطار الداخلي نتاحها ندير العجينة بشكل طولي في نفس الوقت زي ما قلت ما نخليش هني سمك متاع العجينة لا يكون رقيق ولا فيه سمك هلبة ونجيب سكين وبطريقة بسيطة جداً ناخد القطعة هادي ونبرمها على بعضها هكي بدون ما نلصقها زيتاو هكي ونضغطش عليها ونبدأ هني اللصقها على حواف الطاجين مع مرعاة أني نخلي هني مسافة في قاعدة العجينة تمام إزاي لهذا ونكبس هني اللي هي العجينة اللي حافت القاعدة ومن لوطة اللي نصقها في بعضها بحيث نهي متفصلش والعاود الثاني هني بنفس الطريقة مع العجينة بحيث ننقف العجينة على داير ما يدور هذا خطر الطاجين هنا خمسة عشرين فصدني هنا عجينة وبنفس كيفية بالضبط نحاول أني مضغطش على العجينة نهائيا يعني حتى لما نجي نبرومها حنايا نبرومها بسلاسة بدون ما أني نضط عليها زي ما نشوفها تواكي ولو تشاركت معها تقدر ترجعها عادي جدا بأي قطعة زايدة فيش أي مشكلة بكل الزوائد والنطوءات نقدر هنا مثلا اللي في ضل عندي هنا نضيفها ونستغلها في حاشة الطاجين بنفس الكيفية هادي وهذا أصلا بعدين بندار بالكريمة اللوز فماش يبدأ عندي هنا أي وهذا اللي قصدت عليه مثلا لما تبدأ عندك هنا عجينة من الزوائد زي اللي نشوف فيها حنا يتوا هادي عادي جدا اللي نصقها بالطريقة هادي لين نوزع كل كمية العجينة الحواف الطاجين بالطريقة هادي في جداعي لنخرمة ولا أي شي لان اللي مش محتاج اللي نطيبة وهو على الفاضي طواني بنحضر هنا اللي هي خلطة التفاح هذا نقدر نحطف به بالتلاجة اللي نترتاح العجينة هنحضر هنحضر توا هنحن اللي هي الحشو متاعنا اللي هو حشو التفاح لكن بعد الفاصل الزيادة 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 أنواع في زيادة مشواتها وفي زيادة وفي زيادة بضايق وهكي زيادة بالزايد مرات ما تقدرش على الزيادة المرات تزيد والزيادة ما تقدرش عليها لكن فيه زيادة تفرح توا مع المدار بقاطنا زادوا بمرتين وتقدر تهدي الزيادة لشخص عزيز عليك لأن زيادتنا غير في شهر الخير هومار امتلكها بثقاء مشاكل العضام والعضلات من أكثر المشاكل انتشارا وتخليك مش قادر تقدم عملك بالجودة المطلوبة ولا قادر تظهر إمكانياتك وبطولاتك والحل الأمثل يكون باستعمالك كوفي فيناك لأن يعالج الإصابات الرياضية وألام العضلات وأعراض رومتزم ويضمن لك الراحة لتعيش حياة أفضل بأعلى جودة وأفضل إمكانيات كيام زمان تأمل في شغوحنا سبرتي وتعبتي وكبرتي وبمرتني حب وأمان اللي زرعت الدفا فياني لك اللي جاي واللي فات يا خالي يا يرخص لك الغالي حتى فكيات ديدي معاك 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 فرح من دهل وين ما كنت شركة المهمورة لاستراد المواد الغدائية واللحوم وكيل سير للدجاج ووكيل فريقويل اللحوم برينكسون للدجاج لقرمز للدجاج ليبون للدجاج ريشة البيضاء للدجاج باستفسار الاتصال على الأرقام التالية شركوا في المكان هذا وفاضي وما في حد موسيقى رانتانا السواني ويكوشيكرا فيه شيف ولا سياخ شب الصب العصير شيف باعي والطنجرة عنا شيف موسيقى 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 خيرا شم فيه البنزينة تمت فيه شيف الصفراء أحلى مع شيف عيش في بودود روبيكانا عيش حب الحياة روبيكانا العصير الأول في العالم الآن في ليبيا احلى عسل عسل للأرب في من الأخير عسل مغطرت كثير أصلي من نحل أصلي من نحل الخلطة العلاجية نشاط وحياوية باي باي للكسل باي باي للكسل احلى عسل اشتركوا في القناة 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 قناة اشتركوا في القناة 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 ونجيب هنا اللوح التقطية بسم الله ونقص هنا التفاح مكعبات بحط هنا التفاح نضيف معنا هنا الزبدة قصير الليمون والسكر ونحرق لين ندوب كمية الزبدة هنا ما ننسوش هنا التفاح راهو بنزل ميتا ودوبالكم ونضيفو لها مية خلوه يطيب في المية متاع نفسها ونحرك هنا سكر هنا حطيت سكر ناعم فيه اللي يضيفي سكر خشن هني نفضل لنه يكون ناعم وهناي كل ما نحرك كل ما التفاح يرخي هنا ويطلق المية متاع الزبدة ما نضيفه الزبدة كان من نضيفه توا ممكن يتكرمل وينحرق نخليه هنا فيه نص سواء التفاح بمجرد ان هنا التفاح ينزل ميتا على طول هنا ننزل الزبيب ونخلطه مع القرفة ونخليه هنا لين تنزح لمية متاع التفاح ويطيب في المية متاع ويوصل لمرحلة التكرمل متاع طبعا مش حيولي كراميل لكن حيطيب التفاح وبيبدأ هنا الطعم متاع جنين هلبة المقادير ستطلع تباعا على الشاشة بالنسبة لحشب التفاح نعاود ثاني عندي تفاحة كاملة اثنين ملاعق كبار من السكر النعم عصير نص نيمونة اثنين ملاعق كبار من الزبيب ملاعقة قرفة وملاعقة كبيرة من الزبدة زي ما نشوفوا توه احني بدأ التفاح ينزل في الميتة مزال ما نضيفش الزبيب ننقص على النار على النار هادية ونطيبة على مهلة ما نسرعش عليه او ما نجوش على النار باش ما يوصلش هنا لمرحلة التكرمل ويجف معي ويبس هني محتاج انه هنا التفاح يطيب في الميتة طبعا ما يوصلش لمرحلة انه هو يوليلي زي المربى او انه يدوب تماما لا انا نبي يكون نوعا ما قاعد محافظ عليه القوام طبعا ما نبيش هنا العضة متاعها هديك او ان هي ليبوسية لا نبي يبدأ رطب كأنه مصموط في الميتة لكن مش لدرجة انه يوصلت ان هو يتهرأ او هنا بدي مدام الفقاعات بدت تطلع بشكل كبير هنا بدت مادة البكتين اللي موجودة فيه نوعا ما فهي تخليه يوصل لقوام زي المربى بالضبط زي المربى تطلع نضيف هنا الزبيب نضيف الزبيب نضيف الزبيب نضيف الزبيب نضيف الزبيب أو عليه نار بروحة باش ما يتحمرش من جهة ويبس زي المربى زي المربى مازال ما طابش عندي وهي سبحان الله فيه كيميا مع الحاشتين هماء اللي هي زبيب والتفاح في مبيناتهم كيميا مجانسة حلوة هلبة بدت في الحشوات يعني زي منقول وحنا في حشو النوع هذا من الكيك هي كيكة التارت أزامون أو التارت اللوز هذا بدت المية تنقص عندي هزم نشوف فيها احنا قدامنا هني القرفة نخليها آخر شي كان بنضيف القرفة من البداية بسود التفاح هنا وحتى القوام أو اللون يولي على اللون البني وماش نعرف هل هو التكرم المتاع السكر ولا أنه قاعد هنا محافظ على قوامة فأني القرفة آخر شي نضيفها ونحركها في الأخير بكل محافظ الزبيب هني بدي شبه بدي يطيب هنلاحظوا هني لحظات ونحسوه إنه بدي ياخد الشكل الكروي بتاعه لأنه هني راه هو قاعد فيه مية من مية اللي نزلها تفاح زي ما نشوف هني هني قاعد فيه شوية مية ومش هنخلوه لأنه ينزح بكل زي هذي زي الحبات هيا نشوف فيها هني توا بده تاخد في الشكل الكروي متاع الزبيب زي توا ها زي ما نشوف فيه توا هني خلا سطاب زبيب هني هيتوا ننزل عليه هي القرفة ونقلب ممتاز خلاص نطف علي النار ونفضي هني بسم الله فيه فعاء تاني أنا مبيش مبيش يزيد يتكرمل بسم الله لانه 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 خليت في القلاية متاح القلاية سخونة هلبة فممكن هنا يزيد يطيب مبيش مبيش زبدة 200 جرام لوز مطحون 200 جرام سكر 50 جرام دقيق خمس بيضات و ملاقة فانيليا و لوز مبشور و لوز مبشور للزينة طيب حنحضروها مع بعضنا لكن بعد الفاصل زيادة زيادة أنواع في زيادة مش وقتها وفي زيادة بضايق وهك زيادة بالزيد المرات ما تقدرش على الزيادة المرات تزيد والزيادة ما تقدرش عليها لكن في زيادة تفرح توا مع المدار بقاطنا زادوا بمرتان وتقدر تهدي الزيادة لشخص عزيز عليك لأن زيادتنا غير في شهر الخير هومر امتلكها بثقاء مشاكل العضام والعضلات من أكثر المشاكل انتشاراً وتخليك مش قادر تقدم عملك بالجودة المطلوبة ولا قادر تظهر إمكانياتك وبطولاتك والحل الأمثل يكون باستعمالك كوفي فيناك لأن يعالج الإصابات الرياضية وألام العضلات وأعراض روماتزم ويضمن لك الراحة لتعيش حياة أفضل بأعلى جودة وأفضل إمكانيات اشتركوا في القناة فرح من دهل وينما كنت؟ شركة المغمورة لاستيراد المواد الغدائية واللحوم وكيل سيرة للدجاج ووكيل فريقوي لللحوم فرينكسون للدجاج لجرمز للدجاج ليبون للدجاج ريشة البيضاء للدجاج باستفسار الاتصال على الأرقام التالية شراكم في المكان هذا فاضي وما في حد شف رانتانا بسوانيا وكوشيكرا في شيف ولا سياخ شف الصوب العصير شيف بايرو الطنجرة عنا شيف ولا شيف خيره شم فيه؟ البنزينة تمت فيه شيف الصفراء أحلى مع شيف عيش بوضوء روبيكانا عيش حب الحياة روبيكانا العصير الأول في العالم الآن في ليبيا عسل للأرب من الأخير عسل مجدرت كثير أصلي من نحل أصلي من نحل الخلطة العلاجية نشاط وحياوية باي باي للكسل باي باي للكسل أحلى عسل هومار امتلكها بثقاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الكل يشهد بحلاوة أيام زمان لها طعم مميز ناس تقول سرها ببساطتها ألعابها ومشوار الدكان وغيرهم يقول طيب الخلال وإحنا عايشينها لليوم وعارفين سرها ثقة تمنت يوم بيوم وحسستنا بالأمان أكيد بنعيش الحياة بأحلى طعم في أي مكان وزمان حليب السعودية ثقة عبر الأجيال ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكم أزائي المشاهدين بيش نكملوا من بعضنا هنا مقادير كيكة اليوم أو باقي وصفة اليوم اللي هي كريمة اللوز توا هني بنحط في العجان كمية الزبدة اللي عندي هني اللي هي 200 جرام ندير معهم اللي هو السكر النعم اللوز المطحون الدقيق والدحي كل المقادير مع بعضها وزي كل مرة نقولوا إحنا لو أن تبي تبقي وصفة اليوم ما عليك إلا أن أنت تنزلي أبليكيشن الدكان وتتصلي بيهم هما هيوصلوا لك المقادير لباب بيتك نضيف هني الفانيليا ونحطها هني في عجان الهامر مع مضرب الزبدة بسم الله وللسرعة الأولى ونحر نتأكد بس إنه ما عنديش رواسب في قاع هنا بعض جان لمجرد أنه يندمج هنايا الخليط مع بعضها نقدر نزود عليه السرعة ونعطيه هنا الخفق الكامل بسم الله وللتأكيد هنا يا ديما من فترة للتانية لازم إنه نتأكد إنه ما عنديش رواسب من الزبدة أو تكتل في قاع العجان بحيث هنا هنا للمنجين صبها في فوق العجينة متاع العجين التارت يبدأ كل قوام واحد ملاحظة عندي هنا العجينة للمنجين نضربها مع بعضها طبعا هي في البداية بتطع لون مصفر شوية لأنه عنده هنا اللي هو الكون الأساسي اللي هو اللوز المطحون اللوز هنا ممكن نديرها بالكشور متاعها وممكن نديرها اللي هو نقدر نشريه من السوق واتي مرحي نعم اللي هو اللوز المزلط العادي يكون ني طبعا ما هوش طيب فهنا الموضوع اختياري ممكن يكون بندق وممكن يكون اللوز لكن هو اللوز مازال طعمه أحلى هلب بالذات لما يكون عندي حشو اللي هو التفاح فأني هنا اللوز ما فيش مشكلة لو ني رحيت في البيت وكان حتى بالكشور متاعها لكن يكون ني لأنه مازال بيطيب هنا اللوز الأبيض العادي في البداية يعطيك على لون مصفر لكن بمجرد انه تنتزج الزبدة والسكر واللوز بيعطي على لون سكري شوية فإنه هنا لازم يكون اللون متاع فاتح ويكون مندمج ويكون القوام مندمج زي الكريمة بالضبط هيتكبول عندي قوام زي قوام الكريم عفوا الكيك الجاف بالضبط ما هو سايل وما هو متماسك قوام كريمي ممتاز أنا مش محتاج نضرب أكتر من هيك هني وصل للخفق المثالي حيكون هذا الشكل متاع زي ما نشوف فيه توا قوام الكريمة توا بندير له الحشو نجيب قالب الخبز اللي ندرت فيه العجينة متاع عجينة التارت وحن نشوف مع بعضنا كيف نديرول لحشو متاع حطيتها في التلاجة جد شوية طبعا عادي لو كان الجو بارد عندك في المطبخ تقدري يعني ما فيش داع للتلاجة حتقد تحطيها في درجة حرارة الغرفة عادي جدا أو اني كنت في لو ان كان المكان عندك سخون تحطيها في التلاجة ما بين جهزتي انتي هني حشو التفاح وجهزتي اللي هي عجينة أو كريم الفرنجيبال طبعا هذا اسم العالمي لي أو انه بالعربي اللي هو كريمة اللوز في كيس الحلويات هني نعبي هني هي الكريمة داع لوز هني تمام انجهز هنا هني ونشغل يجب أن تكون الفرن على درجة حرارة مئة وسبعين في الراف الوسطي فوق أولوطة الفرارة هادي كويس ان هي بتوزالك حرارة ولو مش موجودة عندك في الفرن بتقدري عادي على الشوايا العادية في قاعدة هني التارت بالشكل هذا هكي نوزع الكريمة على شكل دائري بحيث ان هي تعطيني طبقة واحدة متبداش جهة أعلى من جهة بشكل حرزوني زي ما تشوفوا فيه تمام ونفرد هنا يا الكريمة فقاع فوق العجينة أو فقاع القالب موسيقى ونجيب حشو هني التفاح اللي أنا جهزتها موسيقى ونوزع هني الحشو فوق كريمة اللوز موسيقى 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 ورائعة بالفعل نعبي تاني الكيس نفس هذا بكريمت اللوز وبنفس الطريقة اللي درناها نمرة في البداية نعودها تاني للشخص المتمكن نقدر يديرها على طول عادي يصبها لكن احنا مدى بينا تكون كل الكمية مقاس واحد من تبدأ الجهة أعلى من جهة هي طبعا في الفرن هني هتتفاعل وتبدأ زي نظام الكيكة الجافة بالضبط اللوز حيعطيها طعم حلو جدا بدون منضيف لها نكهة اللوز لأني نبقي اللوز يقود محافظة على الطعم بتاعها نبوش ولا بواقي خاصة اللي حكاية فيها اللوز واللوز غالي ونوزع هنايا كل كمية الكريمة ولو عندي فراغات هنايا نعبيها وجهة كانت أضعف من الثانية تمام نساوي السطح من تاع الكريمة فوق بيقعد لي هنايا الحافة من تاع العجينة التارت خلوها روما زال بيضاعف حجم الكيكة وبيوصل لحواف قاعدة العجينة من تاع التارت تمام تمام ممتاز من الثانية الأولى اللي هي عجينة السبلاء أو العجينة التارت وبنا نضيف لها الكريمة لأ كلها على بعضها عن ني نقدر نديرها في قوالب صغيرة ونقدر نديرها في قوالب كبير ونقصها هذا لحسب كل شخص كيف يرغب الزينة مثلا ما عنديش هني لوز مبشور نقدر ندير هني اللي هو اللوز المهروش الني حتى بكشورة ما فيش وش كلا أو أني نخليها بدون إضافة أي لوز ولا أي شي نخليها على الشكل متاحة العادي وبعدين بعد ما الطيب نقدر نزينها بأي نوع من أنواع اللوز المهروش أو الطيب أو المرحي تماما هذا كل شخص واجتهاده في الزينة زي ما قلت أني درجة حرارة متاع 170 نقويشها على النار لسبب واحد بس نبيني عجينة التارت الطيب على مهلها والعجينة نفسها والكريمة تاخد الفوليوم أو الارتفاع متاحها والخفة وتوصل لدرجة الطياب متاحها الميتالية بدون أن هي ما تبدأ طايبة من بره ومتحمرة ومن أونية من الداخل فالـ 170 كويس ولو أن الفرن متاعك عالي الـ 160 أو الـ 165 كويسة الرف الوسطي في وغولوتا بالنسبة لي الكم أو الكيفية اللي ممكن أني ندير فيها نقدر نديرها بأي قالب موجود عندي في البيت سواء كان دائري أو مربع لتواجين الكليبس الموجودات حاليا في أشكال وأنواع منهم فأني هذا اختياري زي ما تبوا أنتو أو ممكن يكون في قوالب الميني كيك الصغيرونات اللي هما المعدنيات طبعا مش الميني كيك اللي هو البلاستيك اللي ينديرها على البارد فلا هنايا راهوا الخيار في شكل متروك لكم أنتم كل واحد طبعا هنايا كيف يفضل في تقديم الكيكة أنا طبعا مجهز واحدة هي تاخد في حدود الخبز المتاحة يعني ياخد في حدود 45 دقيقة 50 دقيقة لأنها هي هنا النار مهيلة ما هيش نار قوية ممكن للبعض يشوف أنه 170 درجة حرارة عالية لا بالنسبة للكيك كويسة جدا وخاصة أن هنايا أفران الهامر تتمتع بضقة الحرارة فهي ما هيش عالية هلبا في نقطة نقولكم عليها تاني بالنسبة للأفران في البداية تبدأ أمورها كويسة جدا وبعد فترة تتغير هنايا راهوا العمر الافتراضي لأي شيء على وجه الأرض طبعا مع الاستهلاك بيتغير هنايا في ترمستات هذه لازم تتغير خلاص عمر الافتراضي انتهيه فالهامر هناي وفرتنا ورشة صيانة الورشة الصيانة هذه ترفعي لها أي فرن عندك أنت وهم مكافلين أنه يرجعولك زي ما كان وأحسن فأني هناي مجهز واحدة جاهزة هتكون الشكل متاحة بالكيفية هذه بعد ما أني هنايه بعد ما طيب نخليها تهدى شوية وندهنها بأي نوع من المربيات أناي مستخدم هناي اللي هو مربى التفاح جميل جدا مع اللوز زي ما قلت لكم في البداية فيه كيميا سبحان الله هي ما بين الزبيب والتفاح فهناي فيه كيميا حتى ما بين اللوز والتفاح جانسين مع بعضهم الطعم مع الآخر فهي حتكون بالشكل هادا اللي نشوفوا فيه احنا توا هادي حيكون الشكل متاحة ممكن احنا ناخدوا قطعة صغيرة منها نوركم كيف اشتركوا في القناة نعجينة الباتسكري هشة للغاية فهناي ما نستعجلوش عليها هادا حيكون الشكل متاحة من الداخل من انواع الكيكات اللي بصراحة اكتر من رائعة بالدات ان هي تتقدم مع المشاريب الساخنة زي الكابوتشينو زي النس كافي فهذا حيكون شكلها ولما بنزين انا صفرتي اكيد حنتجه الى محل راكان للادوات المنزلية مش نزين صفرتي بالشكل اللي انا نبيه ونقدم لضيوفي اجمل اصناف الحلويات او الاكل من التحف والهدايا والصحون والاواني اللي يحبها قلبك وتزيني بها صفرتك وهذا زي ما قلتانين من اجمل انواع الحلويات اللي يتقدم مع المشروب الساخن زي النس كافي والكابوتشينو او الكاكاو او اي نوع من انواع الحلويات او المشاريب الساخنة اللي انتوا تفضلوها مع القهوة ما نعرفش هي ادواق في النهاية انا ما نفضلش نحن او يكون مع القهوة شاهي نفس الموضوع لا نقدر نشربها مع عصير عادي ونقدر نشربها مع اي نوع من المشاريب الساخنة اللي تحتوي عليه النس كافي او القهوة السريعة التحذير هادي كانت حلقتنا لليوم قدرنا مع بعضنا اللي هو طارت اللوز بيحشو التفاح ان شاء الله يارب نكون قدمت مادة كويسة نالت اعجابكم لكم مننا جزيل الشكر على حسن المتابعة ونشوفكم ان شاء الله في امان وبسمة وسلام اشتركوا في القناة وفي زيادة بضايق وهكي زيادة بالزايد مرات ما تقدرش على الزيادة المرات تزيد والزيادة ما تقدرش عليها لكن في زيادة تفرح توا مع المدار بقاطنا زادوا بمرتين وتقدر تهدي الزيادة لشخص عزيز عليك لنزيدتنا غير في شهر الخير هومار امتلكتها بثقة مشاكل العظام والعضلات من اكثر المشاكل انتشارا وتخليك مش قادر تقدم عملك بالجودة المطلوبة ولا قادر تظهر امكانياتك وبطولاتك والحل الامثل يكون باستعمالك كوفي فيناك لان يعالج الاصابات الرياضية واهلام العضلات واعراض دروماتيزم ويضمن لك الراحة لتعيش حياة افضل بأعلى جودة وأفضل امكانيات تفكر فيك يا بسماء تأمل في شغوحنا سبرتي وتعبتي وكبرتي وكبرتي وغمرتني حب وأمان اللي جزرعت الدفاع فالقياني لك اللي جاي واللي فات يا خالي خصلك الغال حتى فضيتي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر